تعد شخصية مرتضى منصور واحدة من الشخصيات البارزة والمثيرة للجدل في عالم الرياضة المصرية كرئيس نادي الزمالك المصري استطاع منصور أن يحقق نجاحات ملموسة في إدارة النادي وتطويره في الوقت نفسه يثير اهتمام وجدل الجمهور ووسائل الإعلام بسبب طبيعته القوية والمثيرة للجدل ولد مرتضى منصور في القاهرة مصر في عام 1952 قبل دخوله عالم الرياضة كان يعمل كمحام وقد اشتهر بمهاراته القوية في الدفاع عن القضايا القومية والسياسية في عام 2006 تم انتخابه كرئيس لنادي الزمالك المصري وهو واحد من أعرق وأنجح الأندية في مصر تحت قيادة مرتضى منصور شهد نادي الزمالك تحسما ملحوظا في مختلف المجالات نجح في تحقيق العديد من البطولات المحلية والقرية بما في ذلك الدوري المصري الممتاز وكأس مصر وكأس السوبر المصري كما حقق الفوز بكأس الكونفدرالية الأفريقية في عام 2019 وهو الإنجاز الذي طالما تطلع إليه جماهير النادي منذ سنوات عديدة تتميز شخصية مرتضى منصور بطبيعتها القوية والمثيرة للجدل يعرف بأسلوبه الحد في التعبير وقدرته على إثارة الجدل بتصريحاته الجريئة والمثيرة للجدل قد تسببت بعض تصريحاته في صدامات مع اللاعبين والجماهير وحتى المسؤولين الرياضيين ومع ذلك يعتبره البعض كشخصية قوية وعزيزة على قلوب جماهير الزمال حيث يرون فيه زعيما قادرا على حماية مصالح النادي وتحقيق النجاحات لا شك أن مرتضى منصور قد أثر بشكل كبير في عالم الرياضة المصرية من خلال إدارته لنادي الزمال تم تحسين بنية النادي وتطويرها بشكل كبير بما في ذلك تجديد المرافق الرياضية وتحسين البنية التحتية اشتركوا في القناة